اشتركوا في القناة التي قد تبدد مكاسب الجيش العراقي في معركة الموصل ضد داعش مخاوف تتحقق على الأرض عبر ميليشيات الحشد الشعبي التي تطبق أجندتها تحت غطاء مكافحة الإرهاب أجندة مصالح مرتبطة بجهات غير عراقية هدفها تهيئة الأرض لتحقيق مصالحها الخاصة لكن الأرض التي يبدو أنها باتت مهيئة تواجه خطر الضياع مجددا داعش يطل برأسه من جديد في مناطق شرقي الموصل أو الجانب الأيسر من المدينة التي تم استعادته من التنظيم أخيرا يأتي ذلك في ظل الصعوبات التي يواجهها الجيش في فرض الأمن وملاحقة الخلايا النائمة من جراء النقص في عدد القوات والأجهزة الأمنية المختصة لذا تحدث خروق كثيرة حيث ما زالت الخلايا النائمة لداعش تشن هجمات متقطعة يرجع كثيرون جانبا كبيرا من هذا الانفذات الأمني إلى قرار إبعاد قوات حرس نينوى من المشاركة في نسك الأرض هذه القوة من المفترض أنها جزء من ميليشيات الحشد الشعبي لكن قائدها أثير النجيفي ملاحق قضائيا وعلاقته بحكومة بغداد متوترة منذ سنوات أمر أدى لوجود هواجس لدى حكومة العبادي الداعم لميليشيات الحشد الشعبي تجاه حرس نينوى لأسباب تتعلق بالأجندة الطائفية يتحدث قادة الجيش العراقي عن قرب انطلاق المرحلة الأخيرة للسيطرة على الجانب الأيمن من الموصل لكن حديث المكاسب في الجانب الأيسر ربما يتبخر بنيران الطائفية التي تشعلها ميليشيات الحشد الشعبي معنا من عمان مستشار المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية دكتور يحياء الكوبيسي أهلا بكتور يحياء خلق عراقي إذن من أجندة الحشد الشعبي في الموصل يبدو أن الحكومة لن تستطيع تبديد هذا القلق المستمر بداية المساء الخير لك ولمشاهدي قناة سكاي نيوز لا أعرف كيف وصف كلمة عراقي هنا قلق من بالضبط أولا ما كان بإمكان هذه ميليشيات الحشد الشعبي أن تدخل الموصل من دون غطاء رسمي ومن دون تواطئ من القوات الأمنية نتذكر جميعا أنه كان هناك اتفاق مسبق سابق إلى بداية معركة الموصل بأنه لن يسمح لميليشي الحشد الشعبي بالدخول إلى الموصل أو بالمشاركة في العمليات حول مدينة الموصل ولكن لاحظنا لاحقا أن كثير من هذه الميليشيات دخلت الميليشيات التي يقودها مثلا حنين القدو وهي ميليشيات تابعة للحشد الشعبي الميليشيات الشبكية وجدناها تتواجد في بعض المناطق في محيط مدينة الموصل وفي مدينة الموصل النفسة وجدنا بعض الميليشيات المسيحية بعض الأفواج التابعة إلى رياني الكلداني التي أيضا هي جزء من الحشد الشعبي تتواجد في الحمدانية تتواجد في تلكيف تتواجد في بعض المناطق وأخيرا كانت لدينا معلومات أن ميليشي الحشد الشعبي نفسها تتواجد في مناطق جنوب شرق الموصل تحديدا في منطقة الحي الصناعي وحي الانتصار الصورة الفيديو الذي تم بثه قبل قليل حقيقة أنا منذ يومين أحاول الاستعلام عن طبيعة هذه القوة وعائديتها بعض القيادات الشبكية قالت أنهم ليسوا تابعين لنا بالمرة لكن وصلت إلى معلومة أن هؤلاء يمثلون مجموعة لوجستية تقدم الإمدادات اللوجستية من طعام لكن دائما ما تقوم الحكومة الدكتور يحيى تقلل من حجم إمكانية حدوث انتهاكات وترى أن الحجد أصبح تحت مظلة الحكومة وجزء من القوات الرسمية للحكومة يعني مثل هذه الخطوات إلى أي درجة بالفعل استطاعت أن تضبط إمكانية حدوث تجاوزات أصلا لم أقول ذلك مطلقا أقول دائما أن ميليشيا الحجد الشعبي ليست جزءا من القوات المسلحة العراقية حتى مع وجود قانون ينص على أنها جزء من القوات المسلحة هذه الميليشيات هي قوة عسكرية موازية للقوات العسكرية العراقية وليست جزءا منها ولا تعمل تحت إمرتها هذه الميليشيات معظمها لا يستمع إلى قرارات القائد العام للقوات المسلحة أو أي قيادة عسكرية عراقية لا هذه الميليشيات طيب وضحت هذه النقطة هذه رؤاها الخاصة عودة نفس الطائفية حتى نستغل الوقت هذا اللقاء معك دكتور يحيى إلى أي درجة يبدد المكاسب التي حققها الجيش العراقي في شرق الموصل حتى الآن على الأقل هذا يعتمد على مدى الاختراق بمعنى ما زلنا نتحدث عن اختراق محدود لميليشي الحجد الشعبي لمناطق الموصل التي تم استعادتها خلال الثلاثة أشهر الماضية يعني إذا ما تم توسيع وجود هذه الميليشيات إذا ما تم إشراك هذه الميليشيات في معركة يعني معركة الساحل الأيمن من مدينة الموصل كما استمعنا إلى بعض التصريحات إذا ما استمرت هذا التمييز بين الميليشيات يعني المحصنة أو المقبولة من قبل القيادات العسكرية ورفض ميليشيات أخرى هي تابعة لأبناء يعني من أبناء الموصل وتابعة للمدينة نفسها إذا ما ابتعدنا عن هذا كل يمكن الحديث عن يعني مهنية تحكم العملية ولكن ما زلت أشكك بإمكانية الاعتماد على هذه المهنية ما دامت هناك أجندات وما دام هناك غطاء سياسي وعسكري لهذه الميليشيات فأنها لن تستمع إلا إلى ما يقول لها قادتها المرتبطين بإيران والمرتبطين بأجنداتهم الخاصة يرجع كثيرون يعني أحد أهم الأسباب لإمكانية عودة تنظيم داعش إلى النطاق الذي خسره مؤخرا هو إبعاد القوات التي أشرت إليها قوات مثل القوات حرس نينواء من أبناء هذه المنطقة إلى أي درجة بالفعل يعني هذا التقدم أو إمكانية عودة داعش هو مرتبط بسبب إبعاد هذه القوات قوات حرس نينواء أو أبناء أبناء المنطقة الذين يعرفون تكوينتها الجغرافية وأيضا الاجتماعية هذا هو الإشكال الأكبر يعني قوات حرس نينواء مدربة تدريب عالي يعني أبدت يعني تميزا واضحا في القتال على أقل يعني القيادات الكردية أشادت بأداء قوات حرس نينواء بعض القيادات العسكرية أشادت ب يعني بأداء قوات حرس نينواء ولكن إبعادها بهذه الطريقة والتشكيك بها وبولائها يعني من استمع إلى تصريحات قائد عمليات نينواء الفريق عبد الأمير يار الله عندما تحدث عن أنه لن نسمح بوجودهم في مناطق تواجد داعش وهو تشكيك صريح بولائهم أو بانتمائهم هذه إشكالية كبيرة بمعنى ما زالت السياسات التمييزية التي حكمت الوضع ما قبل داعش والتي أدت إلى إنتاج ظاهرة داعش واضح أنها ما زالت حاضرة في أذهان السياسيين وأذهان العسكريين وبالتالي هذا الذي يمكن أن يعيد داعش لا نتحدث هنا عن عودة داعش إلى السيطرة على الساحل الأيسر هذا مستمع تماما ولكن نحن نتحدث عن إمكانية عودة ظاهرة داعش أو أي تنظيم آخر يعني يلي داعش إذا ما بقيت هذه السياسات قائمة هذه النقطة أود التركيز عليها معك القرار السياسي الضاغط على القرار العسكري إلى أي درجة يعني هذه الدوامة نحن أمام إعادتها في المشهد خاصة في الموصل وبالتالي عودة الأزمة إلى البداية واستفحال الأمر دون إيجاد حلة يعني هذا التداخل ما بين السياسي والعسكري دائما ما كانت له آثار سلبية على الوضع الأمني في العراق وعلى الوضع العسكري والسياسي أيضا في العراق وبالتالي هذا التداخل ما زال قائما يعني نعم هناك بعض القادة العسكريين المهنيين الذين ما أن يتم عملياتهم العسكرية إلا ويركنوا على جنب يعني لاحظ الفريق عبدالوهاب الساعد على سبيل المثال القائد المهني الذي قاتل في صلاح الدين وقاتل في الفلوجة دائما بعد انتهاء عمليات العسكرية يتم تحييد هذا الرجل ويظهر قادة عسكريون مرتبطون ارتباطات سياسية وهذا هو الإشكال الأكبر في القوات العسكرية العراقية بمعنى مجرد احتكار القرار العسكري من قبل القائد العام للقوات المسلحة الذي ينتمي إلى جهة سياسية والذي يعني يحتكر تعيين هؤلاء القادة يعني منذ عشر سنوات تقريبا لم يقدم أي قائد عسكري إلى مجلس النواب للتصويت عليه كما ينص على ذلك الدستور العراقي كل هؤلاء القادة العسكريون معينون من قبل القائد العام للقوات المسلحة من دون مصادقة البرلمان وهذا انتهاك دستوري صريح ما دام هذا الوضع قائما لا إمكانية لفضل اشتباك بين السياسي والعسكري وهذا ما يمكن أن يؤدي إلى إعادة المقدمات التي أنتجت داعش في المرة الأولى يعني هذا التداخل بين السياسي والعسكري إلى أي درجة يؤثر على التقدم الذي تود القوات العراقية إحرازه في الجانب الغربي من المدينة دكتوريحية يعني بسبب الإشراف الأمريكي شبه الكامل على العملية العسكرية لا أعتقد أن هذا التداخل سيكون له تأثير على مجرى العمليات العسكرية ولكن بالتأكيد هذا التداخل سيكون له تأثيراتها في مرحلة ما بعد داعش يعني في مرحلة ما بعد العمليات العسكرية أعطيك مثال يعني الأمريكيون ضغطوا من أجل أن يكون حرس نينوى جزءا من القوات التي تتقدم باتجاه الموصل وفعلا تجحفلت هذه القوات مع قوات الفرقة 16 في شمال الموصل وقاتلت معها إلى حين استعادت كامل الساحل الأيسر من الموصل ليأتي هذا التداخل السياسي العسكري ليبعدهم عن المشهد وبالتالي لن يكون هناك تأثير حقيقي على مسار العمليات العسكرية ولكن سيكون له التأثير الأكبر في مرحلة ما بعد انتهاء العمليات العسكرية ملامح المدينة بمن بعد الانتهاء من العملية العسكرية كيف تراها في ظل هذه المعطيات المتوفرة حتى الآن دكتور يحيا يعني جميع المؤشرات التي استقيناها من جميع المعارك السابقة يعني بدءا من معارك ديالة إلى معارك صلاح الدين إلى معارك الأنبار وصولا إلى معارك الموصل كل هذه المؤشرات تقول أننا سنكون أمام وضع أكثر سوءا في مرحلة ما بعد داعش من المرحلة التي كانت فيما قبل داعش بمعنى هناك محاولة صريحة لفرض أمر واقع بالقوة لفرض قيادات بالقوة لفرض أجندات بالقوة وهذا لن يؤدي إلا إلى إعادة إنتاج ظاهرة داعش أو إلى تكريس هذا التطرف داخل العراق ليس لدينا مؤشر واحد على أن مرحلة ما بعد داعش ستكون أفضل أو أحسن من مرحلة ما قبل داعش باختصار شديد داعش إلى أي درجة يستفيد من حدة الانقسامات أو عودتها مع دائما احتدام المعركة أو تقدم القوات العراقية باختصار دكتور يحية بالتأكيد دائما ما أسميها هدايا مجانية لداعش هذا التداخل هذه اللامهنية هذه السياسات التمييزية هي هدايا مجانية لداعش وللتطرف وبالتالي حتى إذا ما تم نظريا هزيمة داعش التطرف سيبقى وسيعيد إنتاج ظاهرة شبيهة بظاهرة داعش عاجلا وليس آجلا أشكرك الدكتور يحيى الكبيسي مستشار المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية كنت معنا من عمان شكرا جزيلا لك إذن مشاهدين مساء انتهى وغدا مساء جديد وملفات جديدة ألقاكم على خير